السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حوار بين مؤمن وكافر بيوم البعث تعالوا نعرف بعدما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم كم فيه رجل لا يؤمن لا بالبعث ولا الحساب بل وينكر يوم القيامة في يوم الايام لقيه رجل مؤمن بالبعث والحساب والقيامة فقال له الذي لا يؤمن بالبعث قال له أنت الآن تصلي وتصوم وتقرأ الكرآن وتتصدق وتذكر الله عز وجل وتفعل كل الطاعات وتتعب نفسك فكيف يكون موقفك إذا اكتشفت في النهاية إن ما فيش هناك لا بعث ولا حساب ولا يوم اياما هتبأ تعبت نفسك على الفاضي وبلا فائدة فابتسم هذا الشاب المؤمن الذي يؤمن بالبعث والحساب والقيامة قال له بالعكس أنا ما خسرتش أي حاجة بل يعني أنا كنت في قمة السعادة والمتعة بطاعته لله سبحانه وتعالى وأنني نعيشت حياتي في طاعة الله سبحانه وتعالى حتى لو ما كانش هناك بعث ولا حساب ولا قيامة فكيف وأنا على يقين من أن هناك بعثا وحسابا ويوم قيامة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم قال له لكن أنت بأ يا من تنكر البعث والحساب يوم القيامة عايزك أنت بأ لتتخيل حالك أنت الآن بتنكر البعث والحساب ويوم القيامة فلا تصلي ولا تصوم ولا تذكر الله ولا تتصدق ولا تقرأ القرآن ولا تبر ولديك ولا تفعل أي خير فتخيل بأ لما تفاجأ يوم القيامة أن في بعث وفي حساب وفي يوم قيامة وفي جنة ونار أكيد أنت اللي هتخسر كل حاجة هتبقى خسرت الدنيا والأخرة لو فجئت بهذا وتأكد أن في بعث وفي حساب وفي يوم قيامة نفس الكلام حبيبي نقوله للبنت اللي تركت الحجاب ومش عايزة تلبس الحجاب بعض البنات بتقول إيه وانا إيش ضمنني أصلا في يوم قيامة أنا أحرم نفسي من متعة الدنيا ليه وانا يعني أظهر جمالي أمام الناس وقالبس حجاب وداري نفسي طب لين فواحدة برضو إيه بنت كده محجبة فكب بتكلم مع واحدة بتقولي الكلام ده قالت لها كلمة حلو قوي قالت لها أنت دلوقتي ياهو مكالفتة نفسك ولبسة الحجاب ولبسة وعملة وفي عز الحر وحرمة نفسك من الدنيا طب افتردي بقى أن يوم القيامة مطلعش الحجاب دي ما أنكرتش بقى البعث والحساب لا دي بتقول لها افردي بقى جيت يوم القيامة واكتشفت أن الحجاب لكان فرض ولا كان واجب ولا كان حتى سنة تمام؟ يبقى أنت حرمت نفسك من الدنيا قلت لها أبدا أنا الحمد لله سطرت نفسي وحجبت فتنيتي عن الشباب وعن الناس بفضل الله وعايشة فيه أدب وفيه حياء وفيه دين وفيه حشمة وسعيدة جدا بهذه الحياة بفضل الله تخيلي بقى لو أنا جيت يوم القيامة واكتشفت أنه مش واجب أما ما خسرتش حاجة إنما أنت بقى لو وانت خلع الحجاب هو مش لابس الحجاب تخيلي لو جيت يوم القيامة واكتشفت ودي الحقيقة واكتشفت أن الحجاب كان واجب عليك يبقى أنت كده فرطت في واجب عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم صنفان من أهل النار لم أرهما وذكر منهما نساء كاسيات عاريات وأذكر هنا قصة كده جميلة لأحد المشايخ في يوم القيام كان رايح يدي درس في مدرسة بنات سنوي قالوا له عايزينك كده تيجي تكلمه معاني الحجاب شوية لإن انتشر التبرج بشكل غير عادي فالمهم وافق الشيخ وراح فلما دخل الفصل فلقى بعض البنات محجبات وبعض البنات مش محجبات فلسه بيتكلم عن الحجاب فقامت واحدة مش محجبات قالت له ممكن أسأل حضرتك سؤال يا شيخ قال لها تفضلي يا بنتي فقالت له أنا ألبس حجاب ليه طب ما بدل ما أنا ألبس حجاب وتعب نفسي وكلفت نفسي في حجاب في عز الحر ده طب ما الرجال هيغضوا بصرهم ونرتاح من الموضوع ده قال لها طيب أديك المثال بسيط يا بنتي قالت له تفضل قال لها لو عندك حلة كبيرة خالص وفيها كل أنواع اللحوم والمشويات والفراخ والحمام والرياش ومش عارف إيه وديوك الرومي وأكل في منتهى الجمال ويعني غالية الثمن وحوالين الحلة مجموعة كبيرة من القطط والكلاب أعزك الله تمام موجودين حواليها إيه المطلوب منك في الوقت ده إن انت تغطي الحلة ولا تقولي للقطط والكلاب غض بصركم قالت له لا طبعا أغطي الحلة قال لها بالضبط كده يا بنتي فياردت تغطي الحلة فالبنتي دحكت طبعا ويعني كان موقف في غاية الروعة والجمال هكذا يا حبيبي يكون وسائل الإقناع بشكل بسيط وجميل جدا بفضل لأسأل الله عز وجل أن يجبعني وإياكم مع سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة